السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اذا اعزائي المشاهدين سنخلص صور حلقة اليوم للحديث عن صندوق الوطني الضمان الشمعي عندما نقول الضمان الشمعي هو مبلغ المعاش او ما يسمى التقاود هو ما يفكر فيه الانسان هو المعاش او التقاود كيف ولا وانا اعمل ومشارك مع صندوق الوطني الضمان الشمعي فرضا وانا كبرت في السن ولم اقدر عن العمل كما كنت في الشباب ابغيت نعرف شحال غادي ناخد التقاود ديالي ان شاء الله مقابل ذلك العمل لكي كان قدمك في الشباب اذا موضوع الحلقة لهذا اليوم هو كيف يمكنني حساب راتب التقاود باش يمكنني نحسب التقاود هناك شرطان مهمات لابد منهما الشرط الاول لابد يكون عندي عندي 3240 نقطة او يوم خلال هالمدة التي كنت اشغل بها يعني خلال تكون عندك على الاقل 3240 نقطة على الاقل باش تحقق الشرط الاول الشرط التاني لا يمكنك الاستفادة من هذا الراتب التقاود الا عنده بلوغ 60 اعام او 55 اعام بالنسبة للعمال المناجي اذا الا بغينا نعرف كيفاش نحسبوك كيفاش جمعت لينا هاد هاد 324 نقطة راه كي يحسبوه ليك نهار خدمتي في الشركة اللي كتصرح ليك بها الشركة نفترض ان الشركة كتصرح لك الساعة عشرين يوم في الشهر كنحسبوك الساعة عشرين يوم زاعة عشرين زاعة عشرين وهكذا دواليك حتى وصلتي الى 32440 نقطة اذا باش يمكنني حسب التقاود ديالي كناخدوه اخر ساعة عشر شهر باش كتعطيك 32440 اللي كي يجمع ليك الوجور سابقة في اخر الشهر من توقفك عن العمل ناخد هاد واحد المثال توضيحي نشطو واحد العامل كيتقاعدة اجران شهريين 2500 درام مضربة في الساو وتسعين شهر كتعطيك 240 الف اذا المجموع الوجور الساو وتسعين شهر هو 240 الف درام غادي نحصل المعدل اجمالي الاشهر كنقوم بعملية بسيطة وهي كنشدوك 240 الف درام مقسومة على الساو وتسعين شهر كتعطيك 2500 درام اذا مبلغ ما ااش الشيخوخة الخاص بك حسب سين اساس هو 50% من معدل اجران يعني 2500 درهم مضربة في 50% كتعطيك 1250 درهم اذا 1250 درهم هي مبلغ للمعاش الى كنتي كتاخد اجرات 2500 درهم صافية يعني السنساس خالصة محيدة منها كل اقتطاعات يعني السنساس والعمق وكتشدها خلال اخر الساو وتسعين شهر قبل بلغك 32040 نقطة ولكن كي نعق الحالة التانية العامل راح واصل 32040 نقطة ومازال خدا يعني يمكن لي يتجاوز هذه المدة اذا كيف يمكن حساب الراتب التقاعد بادات 32040 نقطة فما فوق القانون دي الله سنساس يقول يتم زيادة مقدار المعاش بنسبة 1% عن كل مدة من تأمين تبلغ 216 يوم علاوة على 340 يوم يعني الى زيادة 216 نهار عندك 1% زيادة يعني كل ما زيادتي في عدد الايام كتزاد عدد النسب او كتزاد على هذيك 50% اللي حسبنا به هالوجرات ولا حتى قاعد ناخده عملية بسيطة ونبقى في نفس المثال العامل تتقاعده اجراء صافية 2500 درهم وعنده 324 نقطة كنعرفوا بان 2500 درهم مضربة 50% كتاعدة 1250 درهم يعني السوء 9 شهر الاخيرة مثال نفس اعرض هذا العامل زيادة واحد المدة دي 1080 نهار او لا نقطة مهم بحال بحال نقسمها على 216 كتساوي 5% اذا 5% كنزيدها على هذيك 50% كتساوي النا 55% هي اللي كنضربها 2500 درهم كتساوي النا 1375 درهم هي اجراء اللي غادي اعتقادها هذا العامل من اللي غادي يوصل 60 عام نفترض هذا العامل زاد على هذيك 340 ب4320 مثلا نقسمها على 216 هذيك 4320 كتساوي النا 20% إذا 50% زايد 20% كتساوي النا 70% وبالتالي غادي تعطينا 2500 درهم مضربه 70% كتساوي النا 1750 درهم اذا هذي العامل غادي يتقاطع 1750 درهم لكانك يتخلص خلال عوام الفائزة 2500 درهم خلال عاملية كنا نقطة مهمة لا يمكنك تجاوز نسبة المعاش 70% إذا هذي النسبة هي اللي حدتها على سنة اساس يمكنك توصل لها ما كانش 73 او 75 اخر سقف هو 70% وهذا غير ميتال اراحك كل واحد وشحالك يشد كين 3000 درهم كين 4000 درهم كين 5000 درهم لحساب كل واحد شحانة الصالح وشكرا على المتابعة واتمنى هذا الفيديو قد افاد كثير او البعض الى ما كانش عندهم فكرة كيفاش يحسبو الرواتب ديالهم او التقعود ولا تبخلوا علينا بالشراك واللايك والبارتاج وإلى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة